صباح الخير مشاهدين أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من صباح سياسي سوريا تطلب من مجلس الأمن إدانة المزارة الدموية التي ارتكبها الطيران الفرنسي شمال مدينة منبج فيما تستمر السياسات الغربية وفي مقدمتها الأمريكية في تجاهل الحقائق ودعم الإرهاب ورجال الميدان يستمرون بالتصدي للإرهابيين في مختلف المحاور ويكبدونهم خسائر فادحة وفي السياسة لافروف يبحث مع كيري خطوات تسوية الأزمة في سوريا ومكافحة الإرهاب فهل تقتنع واشنطن بمحاربة تنظيماتها التي أوجدتها ودربتها؟ وإيران ترد على بانكيمون برفض تدخلات بمنظومتها الصاروخية الدفاعية وروسيا تصف التقرير بالمسيس بينما أردوغان ماضم في حملة الاعتقالات لتطال الآلاف من ضباط وموظفين في الحكومة على خلفية محاولة الانقلاب فتركيا بأردوغانها إلى أين؟ وهل نحن في آخر فصول المسرحية الدموية؟ مشاهدين الأكارم هذه المحاور أناقشها مع ضيف صباح سياسي لهذا اليوم الدكتور يوسف الأسعد نقيبة طباء دمشق أسعد الله صباحاك صباح خير ألو سأل فيك أبدأ معك دكتور يوسف من المسجرة الدموية التي انتكبها الطيران الفرنسي هذا الطيران الحاقد وهو من منظومة طيران التحالف التي تقوده واشنطن بمسجرة حقيقية لأهالي وإبادة جماعية في شمال مدينة منبيج أول شي صباح خير والرحمة للشعوداء الوطن المدنيين وعسكريين يعني المجزرة تاكس طبيعة العدوان الصهيوني أو حماية الصهيونية برعاية فرنسية أمريكية بحتي يعني التحالف هو لدعم الإرهاب ولا يوجد أي تحالف الآن الأمريكي الفرنسي إلا لدعم الإرهاب والإرهابيين والدفاع عنهم لا يوجد لفرنسا ولا يوجد للدول الراعية لهذا الحلف التحالف الأمريكا وفرنسا ومن لفيفهم أي نية لمحاربة الإرهاب في سوريا أو لوقف عمليات الإرهابية في سوريا وبالتالي لو كان في نية بيكون في تنسيق مع الجيش العربي السوري ومع الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب لأنه من يقف في محاربة الإرهاب يجب أن يقف مع الدول والجيش العربي السوري لأنه يحارب هذا الإرهاب أو مع الدول الصديقة مثلا الروسيا وإيران اللي واقفين موقف صحيح معنا في محاربة الإرهاب فرنسا تمد الإرهابيين وأمريكا تمد الإرهابيين تمد داعش لا يمكن لها أن تتخلى عن داعش والدليل الأخير اللي شفناه الآن في مجلس الأمن اللي صار كيف أنه منعوا أن تدخل تلك المنظمات الإرهابية في الإرهاب تحت مسمى الإرهاب فذلك هم من يريدون يسمون معارضة معتدلة ومن يريدون يسمون أنه خارج إطار الإرهاب اللي لا يحق للحكومة السورية أو أنه تقاتلوا أو لجيش العربي السوري أنه يقاتلوا ويصنفون الإرهاب حسب ما يريدون والمدبحة اللي صارت الآن اللي صارت بالبارحة في ريف إدليم هي دليل كامل أن فرنسا لا تريد أي خير للشعب العربي السوري ولا تريد أي سلام للشعب العربي السوري دكتور أليم عندما يكون هذا الطيران في الأجواء السورية ويقوم بقصف هؤلاء المدنيين إبادة لعائلات المعطيات عندما تقوم بقصف هذه البنى التحتية وكما يقول ويكون هناك تحت الأنقاض المئات من هؤلاء المدنيين ما هي معطيات أنت ماذا تقصف اليوم كتنظيم داعش الإرهابي بلات المتحدة الأمريكية تقول بأنها هي من كانت تقصف تنظيم داعش الإرهابي في الرقة والرقة هي معقلة لتنظيم داعش الإرهابي أمريكا لا تقصف أي شيء لتنظيم داعش أمريكا قامت بقصف البنى التحتية للدولة السورية قامت بقصف الصوامي للحبوب وقامت بقصف آبار النفط وقامت بقصف محطات تكرير وقامت بقصف محطات الكهرباء هذه اللي قصفته لم تقوم أبداً بقصف أي شيء لداعش هل تتوقع أن يكون هناك إدانة فقط؟ لا أتصور تعلمنا في سوريا ليس هناك أي تحرك من مجلس الأمن المسيس أو المحافل الدولية التي دائماً نتوجه باتجاهها ولكن هل يكون هناك إدانة أو قلق على هذه الإبادة الجماعية؟ لا أتصور دائماً بتكلفون الشغلة بطريق الخطأ إعلان فصلاً أنه قد يكون خطأ ألا نشوف إذا بيقولوا خطأ ولا لا وبالتالي دور الأمم المتحدة ممثلة برئيسها بس القلق يعني ما بتتعدى أنه غير الشعور بالقلق لا تصور في أي إدانة ولن يدينوا نفسهم ولن يعترفوا بخطائهم أبداً بالنسبة لنا يعني هم إذا أرادوا لا أحد يقتنع أنه هاي الأمور صارت بمحط صدفي هي بمحط تخطيط مخطط لإبادة هذا الشعب لهذه الضربة للطيران إذا بدنا نحكي بالقوة العسكرية بالإمكانيات التي تملكها قادرة أنه ترصد أي شخص في الأرض وقدرة ترصد أي موقع فلذلك نسبة الخطأ نسبة الخطأ هي ضئيلة جداً لا تتمثل كيف إذا ما تفضل إلى قرية آمنة بمعائلاتها بأطفالها بنساءها بشيوخها تم قصفها بدم بارد هذا لا يشكل أي نوع من الخطأ هي عملية مقصودة للضغط على الشعب السوري وقتل الأبرياء من الشعب السوري باسم قوات تحالف وباسم مكافحة الإرهاب والإرهابيين طبعاً أين الإرهاب؟ نعم دكتور جرائم هذه التنظيمات الإرهابية كل يوم من قتل وذبح وسحل ما قام به إرهابي وتنظيم ما يسمى حركة نور الدين الزنكي المدعوم من نظام أردوغان السفاح قاموا بذبح طفل في مخيم حندرات بريف حلب بدم بارد عملية عملية حتى الوحوش لا يمكن أن تقدم على هذا العمل طبعاً هذه الحركة مدعومة من نظام أردوغان وهي غير مدرجة على قائم التنظيمات الإرهابية يعني هي من التنظيمات المعتدلة بالنسبة لواشنطن يعني هاي للأسف يعني الآن أنت تتكشف الحقيقة هاي الحركات لا تريد أن تكون أرهابية كيف أنه واحد بيصير طفل أتهم أنه من ألوية القدس طفل عمره 12 سنين لم يتجاوز 12 سنين دبح بدم بارد وحكم بدم بارد وعلى أيدي الأرهابيين وأمام الملأ وأمام الساحات لم نرى قلق لبانكيمون ولم نرى أي داني من أي أجهزة من أجهزة الحقوق الإنسان اللي بتدعي أنها حقوق الإنسان في سوريا بدم بارد مثل ما تفضلت هاي تتبع حمايتها إلى أردوغان إلى النظام التركي وأي ألوية أخرى تنضم تحت هذه اللواء هي ألوية إرهابية لكن قد يكون من يتبع بالسكين يعني وعن بيسمي باسم الله أبو الله أكبر ينادي الله أبوه ويقوم بذل حالة ويسيء بالإسلام هذا بيفيدهم لتشويه صورة الإسلام بالنسبة لهم فهو يعتبرون معارضة سقطت هذه العباءة اليوم يعني لا يمكن لعاقل أن يتقبل بأن هذه التنظيمات جاءت تحت لواء الإسلام تماماً هذه العباءة سقطت سقطت بالنسبة للشعب السوري ولكن بالنسبة للشعوب الأخرى يغزونها حتى يستقدموا كل مغيبين العقل للقتال في سوريا تحت هذه العباءة وللأسف هم قسر لأنهم يمارسون الضلالة ويمارسون الفكر المغيب يغيبون الفكر باسم الدين وباسم الحركات الدينية وبالتالي للأسف في عنا كثير من الجهال من يتبعون آسف أنا الكلمة من يتبعون تعليم الشيخ شيخ يقول لك شيخي قال كذا ولا يتبعون تعليم القرآن وتعليم الرسول إذن نحن اليوم أمام فكر نحن اليوم عندما نحارب الإرهاب نحارب الفكر ليس فقط نحارب أشخاص هذا الفكر إلى أي حد هو فكر خطير جداً يجب أن يعالج ويجب أن توضع له نظريات لكي يتم استئصاله من جذور ما يدعون بأنه إسلام الإرهاب ليس فقط بالبندقية للأسف أنا أبي أقول أنه لم تطلق تخيديه بالدماء أنه ما أتلوا لا الإرهاب مثل ما تفضلت الأخطر هو الفكر والفكر التكفيري وخاصة الفكر الوهابي هذا أخطر شيء على الدول وعلى الإنسانية وعلى الإسلام إذا لم تتوحد كافة الدول لمحاربة هذا الفكر الإرهابي التكفيري سينتشر هذا الفكر وليس له دين ولا ليس له وطن الكل مثل ما قال السيد الرئيس هذه كرة تددح رجل ستضال الجميع لا يمكن إلا أن محاربة هذا الفكر من الجزور يعني أنهم حتى يأخذوا الأطفال في داعش إذا شفت أنت عم يأخذوا الأطفال صغار السن وعم يعلموهن على سياسة القتل والزبح القتل والزبح هذا الطفل اللي كان عمره عاش 15 سنة اللي صار عمره 20 سنة بعد خمس سنين كيف ينخرج بالمجتمع هو بالنسبة له عمله له خلينا نقول غسيل دماغ فقط جند للقتل والآخرين اللي حطوهم ضمن المدارس وألغوا التعليم ضمن المدارس هو فقط كيف تكفر الآخر وكيف تلغي الآخر يعني أنت ليس فقط أنه هذا من دياني أخرى حتى من يخالفك في الرأي فهو كافر يجب قتله نعم وإن كان لديك عايب نحكيه نحن بالنفس المذهب ومن نفس الطائفي لا يهم هذا ولكن من يخالفك بالفكر فلذلك الخطورة أنه ما تحارب هذا الفكر بكل أدواتنا بدنا نتحد كل الدول العربية والإنسانية إذا في عندهم شوي من الإنساني منظمات الإنسانية على مستوى التعليم وعلى مستوى الاجتماعي وعلى مستوى الإعلامي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى المنزل والبيئة يجب أن نتوحد نتوحد عفوا يجب أن نتوحد لنزع هذا الفكر التكفيري وعدم وتوعية المواطن وخاصة الطفل لعدم تقبل هكذا أفكار في المراحل القادمة نعم بأنها لا تفرق بين مذهب وآخر وبين شخص وبين شخص آخر هذه القذائف الصاروخية تطال المدنيين من جميع الفسيفساء السوري هم هنا القتل ولكن الشعب السوري أثبت أنه شعب 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 أثبت أنه أثبت أنه شعب قوي شعب عزيز شعب قريم شعب متمسك ببلده شعب قوي ولدليل أنه تصير عليهم القصف لإرهاب هذا الشعب لم يرهب هل هذه القضائف هي دليل إفلاس لهذه التنظيمات الإرهابية؟ دليل إفلاس من البداية وأفلسوا من البداية أنهم لم تستطعوا يرهبونها مدارسنا ضلينا فيها وجامعاتنا ضلينا فيها ووظائفنا ضلينا فيها وحياتنا ضلينا مارسينا بالمطاعم وبالمقاهي وبالشوارع والحياة الطبيعية رغم القصف تنزل القزيفة بعد نص ساعة بتعود الحياة كما كانت هذا ما يقلقهم وهم لن يستطيعوا أن يرهبوا هذا الشعب نحن نحن نحب بلدنا كشعب سوري نعشق الحياة فلذلك لا نخاف للشهادة نعم أريد أن نتحدث عن الواقع الميداني عمليات تطال مساحة الجغرافية السورية أبدأ من ريف درعة هناك عمليات اليوم وهناك تدمير لمواقع ومقرات لتنظيمات إرهابية ومقرات صواريخ أتحدث عن بصرة الشام وأتحدث أيضا عن درعة البلد هناك أيضا تقدم لوحدات الجيش العربي السوري في بعض المحاور أيضا في ريف حما أيضا كان هناك تقدم وتدمير لمقرات لتنظيم جبهة النصرة وأيضا في حما وحلب وباتجاه ريف اللاذقية الشمالي هناك أيضا سيطرة وتقدم باتجاه القرى المحيطة ببلدة كنسبة عندما نتحدث عن هذا الصمود وعلى أكثر من محور كيف يمكن أن يستثمر سياسيا؟ حقيقة هذا الجيش العربي السوري هو جيش جدير بكل احترام أنه يدافع عن كامل تراب الأرض في كل الأماكن وبدفع واحدة قادر أنه يبسطه سيطرته ويبسط الأمن والأمان إن شاء الله على سوريا الجبهة الجنوبية تحركت حين صارت ضغط على الجبهة الشمالية والشرقية على حلب وصار في ضغط لتخفيف العبء نشوف نحن عن حلب والجيش العربي السوري قرر أن يحسن بحلب واعترض للأسف الأميركان وكأنها حلب هي ولاية أميركية أنه عم يدافع عنه أنه لمنع الدخول إلى حلب أو للرقة أو لدير الزور وبالتالي صمود الجيش وإصراره على تحرير كل الشبر وخاصة بسقوط بن يزيد والمناطق المحيطة بها أضرها العصابات المسلحة وبالتالي للتخفيف الضغط عن تلك العصابات المسلحة في الشمال تم تحريك جبهة الجنوب للقضاء عليهم لكن الجيش العربي السوري يقز لهذه الأمور وتم بالتعاوم مع المواطنين الشرفاء اللي دافعوا حتى عن بعض المناطقهم تم القضاء على تلك العصابات المسلحة فور تحركة يعني كان بالأول ممكن يحققوا أي نصر الآن بيشوفوا أنه أي خرق عم يقوبة عم يتقابل دائما برد عنيف من الجيش العربي السوري وبالتالي تحقيق انتصار كبير ودمار بالنسبة لهم بالنسبة حتى على الصعيد النفسي انهاره وهي دليل أنه فلاسن الكبير يعني إذا بتسمع كيف يستنجدوا صاروا وكيف عواءهم بيصل عبر اللاسلكي لاستنجاد بكافة العناصر الخائنة لنجدتهم ولكن الجيش العربي السوري دائما بمعنوياته العالية قادر على سحق تلك العصابات المسلحة وإن شاء الله تحرير كل شبر من أراضينا أراضي جمهورية العربية السورية عندما نتحدث عن الميدان بأنه يرخي بضلاله على الأروقة الدبلوماسية وعلى هذه الخبايا الاتصال الهاتفي بين لافروب وكيرين من أجل تسوية ووضع خطط لتسوية الأزمة في سوريا ومكافحة الإرهاب هنا نتوقف قليلا منذ بداية هذه الأزمة وبعد الدخول الروسي اليوم في حلف محاربة التنظمات الإرهابية خلال شهر كان هناك أكثر من ثلاثة إلى أربعة اتصالات بين الحكومة الروسية وواشنطن ما الشيء الجديد اليوم؟ لا شيء يتغير هنا أسأل إلى متى سوف يبقى البرود في التعامل وهذه السياسة الحكيمة من قبل الحكومة الروسية مع الخبث في الولايات المتحدة الأمريكية؟ حقيقة أنا لا أسق بالحكومة الأمريكية ولا أسق بقراراتها ولا أسق بصدقيتها وهم ليس لهم أي صدقية والروس يدركون هذه الحكومة؟ دائما الأمريكان تماما يعني يعلنون شيء ولكن يضميرون شيء وينفزون شيء آخر ولكن الروسية الاتحادية دائما تلعب ضمن القانون الدولي لا تتجاوز القانون الدولي وهذا القانون الدولي قد يؤخر ولكن لا يمنع أن نقوم بالعمليات على ما نريد نحن كسوريين وما تريد حلفاءنا قد تؤخر المواضيع بسبب عدم الخروج عن القانون الدولي ولكن لن تمنع المحباحات لا فرف إذا بدك تأخذ أنه يؤكد دائما بالمباحثات هو لهذا الموضوع بالذات ولكن على الأرض ماذا يجري؟ يجري تقدم للجيش العربي السوري يجري دحر لتلك العصابات المسلحة وما يثبته الميدان هو ما ينعكس بالسياسي طيب ما كان تقتنع واشنطن بما تريده روسيا وما تريده الحكومة السورية؟ لن تقتنع واشنطن بما تريده روسيا إلا عندما نقض على كل الجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا وبالتالي لا يمكن القضاء على تلك المجموعات الإرهابية في سوريا إذا لم تتوقف وتجفف منابع هذه الجماعات الإرهابية من التمويل ومن الحدود يعني الآن الضربة التي توجهت لتركيا قد يكون هي عملية توقيف للتقدم الإرهابيين ولكن السعودية وقطر لا يمكن أن توقف دعم الإرهابيين لا بالمال ولا بالسلاح وبالتالي بتشوف أن السعودية تضغط على أمريكا حتى بوقت اللي اكتشفوا أن السعودية هي وراء إداعش إيلول الحكام السعوديين ضغطوا بالمال على السعوديين على الأمريكان بعدم نشر هذا التقرير وبالتالي حتى أرواح المواطنين الأمريكيين بالنسبة للسياسيين الأمريكيين هي رخيصة بالمال إذا لم تضرب السعودية ولم نكتفي بصراحة نحكيها إذا الحكام آل سعود لم يتوقفوا ولم يرتدعوا لا يمكن الأزمة في سوريا إلا أن تستمر ولكن إذا بسط الجيش ووعي هذا الشعب ووقف مع جيش كما هو واقف وبسبات أكثر لن يكون هنا يغير السياسة الأمريكية لا يمكن تغيير السياسة الأمريكية إلا بالنصر وإلا بالبوت العسكري فقط لا غير ما جرى في تركيا وما قامت ودعت به الحكومة التركية بأنه ليس في هذه عملية الانقلاب كان هناك عدد كبير من ضباط الجيش ولكن على أرض الواقع تم اعتقال أكثر من 9000 ضابط وأكثر من 50 تم تسريحهم من العمل نتحدث عن أعداد كبيرة جدا في مفاصل الدولة التركية بين ليلة وضحاها يكون جمع لهذه الأسماء التي شاركت بهذا الانقلاب كيف يمكن لنا أن نتقبل هذه المسرحية حقيقة حقيقة أنا أستغرب حتى لا أسمعنا رأيي لأمم المتحدة ولا أسمعنا رأيي لأي دولة أخرى حتى من قام بالانقلاب يعني تماما كالعادة تسيطر على هيئة التلفزيون تقوم بإصدار بيان نعرف من الذي قام بالانقلاب مضبوط تمام بس خلينا نأخذ الفكرة من بدايتها خلينا أربطها أنا مثلا المجتمع الدولي كيف يفكر عندما خلينا نقول انقلاب صار خلينا نقول انه انقلاب بلويسة تمثيلية صارت أنه هذا الانقلاب هي جماعة خرجت عن القانون وإلى آخره وضد الشرعية ولكن المجتمع الدولي في اليمن عكس ذلك أعرف كيف يعني أنت مقارب الموضوع بالنسبة أنه تعرف أنه هي التمثيلية مدبرة وفيه مراها بعد الكمبارس عم يحيوها العملية مثل ما تفضلت إذا كان في هناك انقلاب العسكري انقلاب العسكري بكل الانقلابات حسب ما منقرأ أنا ماني محلل عسكري ولكن أول بنصير السيطرة على المركز الرئاسي على المقر الرئاسي الجمهوري مثلا على وسائل الإعلام على وسائل الاتصال على الإزاعات والتلفزيون وعلى المطارات وبيطلع واحد مثلا نسمع دائما بيان عسكري البيان الأول لا شفنا الرجل أدل بيان أول وهو في رتب عسكرية متقدمة ولا شفنا حدا ولا حدا تبنى هذا الانقلاب حتى المعارضة تنصلت من هذا الانقلاب وحتى كان معروف موجود أردوغان وين موجود المعارضة تنصلت من هذا الانقلاب هل هي خوف على أن يطالها ما يطال اليوم مفاصل كثيرة في الدولة؟ قد يكون فهمت أنه هي تمثيلية قد يطالها طبعا بد يطالها بصية تمثيلية وبالتالي بنشوف نحن الانقلاب خلال ساعة ونص ساعتين انتهى مثلا انتهى الانقلاب خلال ساعة ونص ساعتين وخلال خمس دقائق بعد انتهاء الانقلاب تمت عملية الاعتقال طب كيف عرفت مين هنين عضاء الانقلاب أساد زيت الجامعة إذا لم نقول أنه فيه انقلاب عم بيقولوا أقاموا فيه شرزمة من أعضاء الجيش صغار كما يقول أردوغان 1700 رئيس جامعة ورئيس كلية ورئيس أقسام تم اعتقالهم وطردهم من العمل كيف عرف فيه إذا هيدول شرزمة من الجيش معناته إذا انت بدك تاخد باللي عم يسرحون معناته انت كل الرؤساء الجامعة وكل الطلاب الجامعة ضد حكومتك يا أردوغان ثانيا 2725 قاضي تم تسريحون ليش بدك تم تسريحون لأنه بدون يفتحوه وبدأ يعتقل تم اعتقال هالناس بدون يتحاكموا كيف بدون يتحاكموا ويتهمت شو بدون يتحاكموا طب هذه العملية برأيك هناك بعض المحلين من ينظر إلى ما جرى بأنه يمكن أن تمهد لعملية انقلاب جديدة لذلك استبقى الأمور بهذه الحملات أنا برأيي هي ضربة استباقية للتخلص من كل أعداء أردوغان الآن تعرى أمام الجميع أردوغان تعرى أمام الدول الأوروبية وكل أوروبا تعرف أنه أردوغان صار خطر عليها ويهدد فرنسا وألمانيا وكل الأوروبا الآن وهذه الدولة يصير أنه أي شيء له يفتح باب اللجوء أردوغان كان معاديا للعرب كان معادي لإيران كان معادي للعراق كان معادي لأرمينيا كان معادي لسوريا أردوغان كل المشاكل بالنسبة له كيف يبقى الأردوغان ضمن السلطة باختراع القصة للانقلاب وبالتالي القضاء على كافة من يفكرون بالانقلاب عليه أو بما عادته الآن الخطوة القادمة أنا برأيه اللي شفناه عملية الدبح اللي صارت بالنسبة للجنود العسكريين اللي هدوا الأهالي بنفس الطريقة طريقة تنظيم داعش نفس الداعش هو رائع داعش والتالي شفنا كيف بايعوه إنه هو الخليفة يعني بجزء بكر البغدادي يطلع نفسه هو أردوغان وبالتالي نفس طريقة الدبح ونفس طريقة الرمي من فوق البنايات ونفس طريقة اللي عم بتم من داعش نفس طريقة تماما نفس الطريقة هي للإرهاب وبالتالي عندما يمارس عمليات القتل بالنسبة لأله أهالي العسكريين اللي اعتقلوا أهالي العسكريين اللي زينات زبعوا سيكون له برأي وأهالي وكذلك الطلاب الجامعات والقضاء والمفاصل الدولي ورؤساء الجامعات ورؤساء الكليات ورؤساء المعاهد والضباط اللي يصرحوا بالعداد الكبير سيكون لهم رأيه وبالتالي أنا مع أنه سيكون هناك انقلاب جديد ولكن لن يكون عسكريا بأقل من دقيقة إيران متمسكة بالاتفاق النووي وهذا التقرير الذي أعدته البيئات المتحدة الأمريكية هو تقرير مسيس هنا أسأل ما علاقة إيران في المنطقة بهذا التقرير ولماذا دائما تحاول الدول الأوروبية وعلى رأسها واشنطن بأن تظهر دور إيران بأنه دور ليس دور سلمي دور شيطاني في المنطقة حقيقة ترجع لرأس الأفعهية حكام أهل سعود دائما لا تريد لحكام أهل سعود أن يكون هناك استقرار في المنطقة وبالتالي أنه تقلب المنطقة حكام أهل سعود إذا بدك تأخذ بني سعود بالذات هم يهود وفيه كاتب من أحد الحاقامات الكبار أكد أنه هم يهود ولكن استبغوا بصبغة دينية للقضاء على الإسلام وتشويش صورة الإسلام من خلاله وبالتالي نشوف الآن التقارب بين الإسرائيل والبني صهيون والحكام سعود صارت علنا كانت عبارة ممكن كان في خجل من تحت الطاولة يطلقوا والآن الملاقات علنا والتطوير العلاقات علنا وهذا ما يريده إسرائيليون بني صهيون يريدون من بني سعود أن يشويه صورة الإيران في المنطقة الدولة السلمية وأن ينقلوا الخلاف من إسرائيل والعرب إلى عرب وفرس من إسرائيل وعرب إلى عرب وفرس هذه هي المهمة المنوطة بين بني سعود الآن يقومون بها بالتالي أنا أرى السياسة الأمريكية مرتبطة بالسياسة السعودية وهم ينفزون ما يطلبونهم بناية هذا الكلام لعنى الله أعضاء الله ولعنى الله كل من ينظر بسوء إلى سوريا وأشكرك ضيفي الكريمة الدكتور بيس في أسعاد نقيب أطباء ديماني شكرا جزيلا لك لتواجهدك معنا في برنامج الصباح السياسي شكرا لك مشاهدين الأكرم أيضا الشكر الموصول لكم على كرم المتابعة الرحمة لشهداء الوطن والشفاء العاجل لجرحانا وكل التحية والإجدال لشرفاء هذا الوطن حماة الديار هذه تحيات فريق العامل ومن أنا عبد الزمام دمتم بإمان الله اشتركوا في القناة